بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة السادسة أنواع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة هناك عدد من أنواع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة منها الأسهم العادية وهذه الأسهم عبارة عن أسهم تصدرها شركات المساهمة وتمثل جزءا من رأس مال الشركة وهذه الأسهم إما أسهم إسمية أي أن اسم حاملها مكتوب في السهم ويتم تداولها عن طريق تقييدها في سيئلات الشركة وإصدار أسهم تحمل اسم المشتري أو أسهم لحاملها أي أنها سك لا يحمل اسم شخص معين ويتم تداولها بنقلها فقط من حوزة البايع إلى المشتري ويتمتح حملة الأسهم العادية بالحقوق التالية يعني لدى حملة الأسهم حقوق يتمتعون بها وهي حق التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين حق الحصول على أرباع عند توزيع الشركة أرباع على حملة الأسهم العادية وحق الحصول على جزء من نتيجة تصفية شركة المساهمة في حالة تصفيتها وحصول فائض من المال بعد تسديد التزامات الدائنين وفي مقابل هذه الحقوق فإن على حملة الأسهم العادية التزامات تجاه الشركة تتمثل في تسديد قيمة السهم عندما تطلب منهم الشركة ذلك النوع الثاني من أنواع الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم الممتازة وهذه الأسهم تعطي لحاملها الحق في التمتع بميزات إضافية من تلك الحقوق التي يتمتع بها حملة الأسهم العادية ومن هذه الامتيازات أو الميزات حصول حملة الأسهم الممتازة على نسبة معينة من الأرباح قبل أن يحصل حملة الأسهم العادية فمثلا عندما تحقق الشركة أرباحا قليلة فإنه يستأثر بها حملة الأسهم الممتازة وكذلك أن حملة الأسهم الممتازة قد تكون مجمعة للأرباح أي أنه عندما ينص مثلا على حملة الأسهم الممتازة على نسبة 10% لأرباح سنويا ولا تتحقق أرباح في سنة معين تكفي لدفع هذه النسبة لحملة الأسهم الممتازة فإنما لم يدفع لهم من أرباح ينقل إلى العام أو العماء القادمة ويدفع لحملة الأسهم الممتازة نصيبهم من الأرباح عن الأعوام السابقة قبل أن يدفع لحملة الأسهم العادية شيئا وفي مقابل هذه المميزات فإن حملة الأسهم الممتازة يحرمون من بعض الحقوق ومنها أنه ليس لحملة الأسهم الممتازة الحق في حضور الجمعية العومية للمساهمين والتصويت فيها وغالبا ما تكون الأسهم الممتازة وسيلة وسيلة تمويل وسط بين القرط وبين المشاركة المطلقة في ملكية الشركة وكذلك فإن الأسهم الممتازة تكون أسهم اسمية أو لحاملها النوع الثالث من الأنواع الأسهم اللي هو حصص التأسيس وهي عبارة عن حصص تصدرها الشركة المساهمة لمن قدم إليها عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اقتراع أو التزام حصل عليه من شخص اعتباري عام وحصص التأسيس تكون اسمية أو لحاملها تكون قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تعتبر جزء من رأس مال الشركة ولا يشترك أصحاب حصص التأسيس في إدارة الشركة ولا حضور جمعيات مساهميها وكما يجوز أن تمنح نسبة من الأرباح الصافية يجوز أن تمنح حصص التأسيس نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد عن 10% من الأرباح بعد توزيع نصيب المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال يعني يتم إعطاء حملة حصص التأسيس حصص من الأرباح الصافي لا تزيد عن 10% من الأرباح بعد توزيع نصيب المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وكذلك يجوز أن تمنح حصص التأسيس الأولوية عند التصفية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون يعني النسبة التي تحدد لحصص التأسيس فعند التصفية تمنح الأولوية لاسترداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد التزامات الشركة أو ديون الشركة ويجوز للشركة أن تقرر إلغاء حصص التأسيس بعد 10 سنوات من تاريخ إصطارها مقابل تعويض عادل يعني مقابل تعويض عادل يجوز إلغاء حصص التأسيس بعد 10 سنوات ويعطى حملة هذه الحصص مقابل عادل وكذلك أنه يجوز للشركة أن تشتري من أرباح الصافية حصص التأسيس بسعر السوق أو الثمن الذي تتفق عليه مع أصحاب هذه الحصص كذلك يجوز أن تشتري من أرباح الصافية بسعر السوق أو الثمن أو بحسب الاتفاق مع أصحاب هذه الحصص